بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أعوذ الله سمع لليم نشطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أدمعين عبد العباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عيناني لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله رواه التنذي وقال حديث حسن وهذه حديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تعين المؤمن على اكتياز فترات الأزمات أن يهيئ نفسه أن يكون مجاهدا في سبيل الله سبحانه لأن يتكاتف الناس تكاتفا قوية أن يتلاحموا وأن يكون أمرهم كله يحكمهم شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى يحتاجون إلى البعد عن الزهب وعن الغرور خاصة الكثير من من يقف للحراسة في إيد الشوم في إيد سكينة في إيد سيف في إيد سلاح هذا السلاح في أيدي الناس قد يعطي الإنسان شيئا من الغرور قد يعطيه شيء من العتوب والاستكبار على غيره لا الذي يهذب نفس الإنسان إنه يبتغي وجه الله سبحانه إنه واقف علشان يكون من أهل الجنة إذا كان يحرس ابتغاء وده الله سبحانه وتبارك وتعالى ولذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم من خير معاش الناس لهم ردل ممسك زعنان فرص يعني من أفضل الناس في حياته للناس الإنسان الذي يدافع عن الناس الإنسان الذي يؤمن الناس لا يروع الناس نقول لإخواننا إذن يحرس الشوارع والطرقات كونوا مصدر أمن وأمان للناس لا تكون مصدر تروية إن تفضل شاهر سلاحك على اللي رايح واللي جاي تخوف النساء تخوف الصبيان تخوف الناس لو تخيلنا إنه كل منطقة الناس فيها فرحوا باللي في إيديهم من سلاح ومنوا على المنطقة التانية الدخول والخروج أصبح الإنسان مهددا يبقى آمن بس في خلال الشارع بتاعه يطلع للشارع التاني لإلي فتشه ويكتر الحرمية واللصوص في إيديهم سيوف ويفتشه الناس بأي دعوة من الدعاوة لا 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 مسألة العربية تعدي في الشارع وقفها السنة الفتشك تفتشه ليه سيب اللي عدي عدي طالما ما فيش أي حاجة تشكك في الإنسان سيب اللي عدي عدي إنما كتر المتاريس المحطوطة اللي تمنع الناس من المرور ويتعد يقف عشرين مرة في الشارع وهنت هتطلع من حيك هتروح حيثاني هتعمل فيك كده لا لا سنوا للناس سنة حسنة بلاش السنة السيئة اللي تأخذ عليها ذنبا عند الله وكل اللي يعمل زيك تأخذ أنت ذنب هؤلاء لذلك الإخوة اللي يعني وقفين في الطريق يوسعوا آغط الطريقة حقه حق الطريق سوء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حق الطريق قال ردوا السلام وغضوا البصر والأمر المعروف والنهي عن المنكر حقوق الطريق أن الإنسان يغض البصر عن المحال أن الإنسان يأمن ومعروف وينهى عن المنكر لا يكون وقفه هو هو المنكر إن يضيق على الناس الطريق فالعربيات مش عارفة طرحه ولا تيجي من كتر المتريس المحطوطة ليه لا مش يحتاجين لهذا الشيء لكن إذا شكيت فحالا اتصرف مع اللي تشك فيه ما تستفزش الناس الناس فيها اللي مكفيها لكن كل ما حد يعدين وعفوله بالشيوم ويبتاعه وأقفه يبقى الناس أنا شايف عربيت خضر معدية ناس خايفة فيه ناس خايفة عمد يسلم على كل واحد في الشارع الكبير والصغير لغاية معدى الشارع بتاعنا لا مش مطلوب إن احنا نخوف الناس مطلوب الأمان للناس وإن نسن للناس سننا حسنا في شوارعنا وفي حينا وفي الأحياء الأخرى يكون فيه أمان يا جماعة فخير الناس هذا الإنسان الذي يدافع عن المسلمين الذي يؤمن الناس يجعلهم يستشعرون الأمان وديما اللي في إيده سلاح السلاح يدفعه لأنه يستفز غيره بسلاحي خلي سلاحك مغموداً محدش يطلع مطوى يطلع سيف يطلع سلاح يخوف به ناس لما تحتاج لهذا الشيء يبقى طلعه لكن ما تخوفش ناس الناس مش عارفة اللي وقفين على الإمة دول من ضمن المسلمين اللي بيدفعوا عننا ولا اللي حيطوا علينا الطريق ما تخوفش الناس يا جماعة واتقوا الله عز وجل في أنفسكم واتقوا الله في الناس ويبقى كل حاجة في حدود المعقول برضو اللي بيظهروا بالليل أحياناً بيحصل هزار بالسلاح اللي في إيه دا يهزر معده سمعنا من دلح واحد يتعور واحد بيجري الناس اللي تكتلوا حرام يضربوه كأطعوه ليه ليه هذا شيء لا اللي واقف يستحضر اللي واقف لله سبحانه وتبارك وتعالى بقول كلامي لإخواننا وللإخوة أهل الشارع وللإخوة أهل الحي وللتجاري الموجودين في المنطقة وللإخوة اللي في السوق إنه الأمر أمنوا الناس مش تخوفوا الناس أمنوا واللي بيخيف الناس هيجي عليه يوم ربنا هيخوفوا فإحنا مش عايزين البلد توصل لخرابة مش عايزينها تتخرب الإخوة الموجودين في الطريق لو فضلوا شهرين السلاح كده يخوفوا الرايح واللي جاي هيبتدي غيرهم يخلوا العربيات معدية فتشو ياخد فلوس اللي فيها ياخدوا الخضار اللي فيها تحصل مجاعة تحصل أزمة في البلد والناس تخافا ويرجع تاني الحرامية اللي بيسرقوا المساجد واللي بيسرقوا الشباشم واللي بيسرقوا البيوت نسأل الله العفو والعافية ما هو اللي بيبتدي بحادة مش عارف نهايتها هتوصل لإيه مش عايزين بلدنا توصل للخراب ولا للدمار مش عايزين إحنا نكون سببا من هذه الأسباب عايزين نؤمن أنفسنا ونؤمن بيوتنا ونؤمن الناس الحرامي اللي تمسكوه ولا تسلموه للظابط ولا للشرطة العسكرية إحنا عايزين نفرض عضلتنا على الناس ونوري إحنا باقينا هو لا إحنا بنظروا من الله أن يعدي الأزمة على خير ويرجع الأمن والأمان مرة ثانية لبلادنا فنتعلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه خير الناس للناس الإنسان الذي هو أنفع الناس للناس يكون منفعة الناس إنه يؤمنهم ولا يروعهم إنه يكون معهم إنه ما يسيبهم شوانا ماري مليش دعوة لا ده مش وقت مليش دعوة ده وقت إنه إحنا كلنا نتكاتف بعضنا مع بعض يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عيناني لا تمسهم النار هذه رواية ابن عباس وعن معاوية بن حيدة قال ثلاثة أعين ثلاث أعين لا تمسها النار ثلاث أعين لا تمسها يبقى هنا الإنسان يؤمن عايزا من يجي يوم القيامة ما يتعرض ليش النار بإيه بله وعين عين حرست في سبيل الله وهنا شوفوا القيد في سبيل الله مش في سبيل الشيطان مش في سبيل الهوى مش علشان أود نفسي أنا فلان وأنا فلان لا حرست ابتغاء أوده الله سبحانه عشان أأمن الناس وأمن العيال وأمن البيوت وهنا ينشغل هذا الذي يحرز بذكر الله سبحانه مش بعلوه الصوت مش بخط العربيات بالشومة ولا خط الأرض بالحديدة ده كله ده مش حيأمن حد لا 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 اللي يأمن الناس ألا بذكر الله تطمئنه القلوب أن يحس أنه في رجالة موجودين مسلمون مسلمون يجي الحق ويأخذ الحق أما أن يحس أن لا أن دول بيتأوب عضلاته بالسفل في إيده حيلاقي كل منطقة كده حيبقى ما فيش أمن ولا أمان ومش هتعرف تطلع من حيك لحي تاني لأن حتلاقي نفس الشيء في مكان الأرض فلذلك عايزين أن احنا نتعاون على البر والتقوى برضو دي اجتهادات الفطهية في هذه الأيام عايزين نخف منها نخف منها أنه كتر الكلام المظاهرات حلال ولا حرام المظاهرات وبعدين إخوة اختلفة ما أنت قاعد ما أنت ما طلعتش أصلك هتختلف مع غيرك ليه وأنه نحن نفركش بعضنا على أنه هي حلال لا مورها خراب لا مورها حرام يا أخي سيب اللي صلع صلع انتهى الأمر هو اختار لنفسي هذا الشيء أنت ما كست في هذا المكان اختار وكل المجداهد يا رب نصب حد على يؤجر الجميع أما أننا نفتح حدوتة ونعود في الآخر نتفرأ مع بعضنا أنه تكفير فلان ولا عدم تكفير ولا نعمل مش عارف ايه ولا ما يديبش كذا قال لا لو تفتح الباب ما تأمنوا الناس اللي في البيوت البلد أدمى يا جماعة على وقت صعب جدا التجار ما فيش تجارة بتجيلهم الأسعار بترتفع على الناس المرتبات حيقوا في أخر الشهر لو فضلوا على كده ما حدش حيق بغض حاجة الناس حتاكل مننا هيبقى في مدعا إن ما كانشي الإيمان والتقوى في القلوب الناس حتاكل بعضها مش عايزين الناس تصد إلى هذا الشيء مش عايزين يكون في غل للناس بعضها من بعض لا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعلوان تعاونوا على البر والتقوى إذا كنت تادرا ارحم الناس ما تعليش على الناس الأسعار بتاعتها بيع بالأسعار اللي يقضر عليها الغلبان الفقير خدوا بالكم من قوة الناس وإن الإنسان المحتكر كما قال عبد الله النبي أوفادة البخاري أكلوا ربا خائن الذي يحتكر السلعة ويمنع إن الناس يأخذوها عشان تغلى وعشان محدش يستغل المصائب اللي بيستغل المصائب الناس ربنا يبتلي بالمصائب تلاقي الإنسان اللي بيستغل يجيله موتة بسرطان يجيله فشل كله ويجيله في الكبد بتاعه يرسي يجيله يجيله مصائب لأنه بينتهز الفرص ليؤذي الناس فاحزاروا من غضب الله سبحانه وتبارك وتعالى اتقوا الله في أنفسكم ويكونوا إخوة متحابين في الله سبحانه واضربوا المثل الحسن في الحي اللي احنا فيه للأحياء التانية يكونوا زينا ما نكونش بنقفل على الناس ونضيق على الناس ونسن للناس سنة سيئة ما يكونش بيننا الخلاف إذا اتهت إنسان وخد بشيء سيء اللي اتهت وخد برأيه طلع ما طلعش أعد ما أعدش ما تفتحش مجال الخلاف اللي يفرق الباقي اللي موددين من يتقي الله يدعى له مخردا من يتقي الله يعني اللي يخاف من الله اللي يخاف من النار اللي عملوا كله في سبيل الله شبحانه طبارك وتعالى يدعى له مخردا فدعى للنبي صلى الله عليه وسلم من الناس قسمين قسم أن لك واحد على فرصه بيحرس ويجاهد في سبيل الله وواحد تاني أعد في حاله أعد في بيته يعبد الله ويصلي ويصمه لا عب على ده ولا عب على ده صلوات الله وسلامه عليه لذلك من جيش الآن يعد يعير بعضنا بعض فلن خرج فلن أعد فلن كذا اللي في مقدور شيء يفعله لتأمين البلاد وتأمين العباد ونرجع للحديث ثلاثة لا ترى عينه من النار عين حرصت في سبيل الله حرصت في سبيل الله يبن نبئ إخواننا اللي في الشوارع اللي بيحرصوا أوع الصلاة بضيع عليه أوع الضيع إذا كان عينك مش حتمسها النار بس إذا كنت تارك للصلاة حتمسها النار لا وقت الصلاة صلي لله سبحانه وتبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئنه القلوب الصلاة تزود الإنسان إيمانا تزوده يقينة وما تستطفع الكربات إلا بالقرب من الله سبحانه الكرب صعبة والكربات صعبة والإنسان لما يقرب من الله ربنا يرفعه وربنا يرفع عنه الهم والبلاء الذي هو فيه هذه عين العين الثانية عين بكة عين بكة خشية إنسان يخاف الله سبحانه وتبارك وتعالى فإذا ذكر الله وذكر بالله إن هاملت عين بكة من خوف الله سمع القرآن بكة من خوف الله سبحانه وتبارك وتعالى عين بكت من خشية الله العين التلت أنهي وعين كفت عن محارم الله عين كفت عن محارم الله يبقى هنا أما رأى شيئا يحرم عليه أن ينظر إليه من العورات من النساء وغير ذلك يغض البصر خوفا من الله سبحانه وتبارك وتعالى لتلت أعين الله عز وجل يندي صاحبها من النار لأنه خاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى فاحذروا من غضب الله وهذه فرصة ليظهر الإيمان القوي ويظهر من الإنسان الشجاعة التي في الحق وليست في الباطل لا تجعلوا بأسة بينكم نبئ إخوانا أهل السوق وأهل الشارع إن مش كل شوية تعملوا عركة مع بعض الهزار اللي بيقلب في النهاية بمصيبة احذروا منه وذكروا بعضكم بذكر الله سبحانه ذكروا بعضكم بالصلاة بالدعاء بالإكثار من ذكر الله نسأل الله عز وجل أن يؤمن البلاد والعباد وأن يزيح أهل الشرك والفساد وأن يملأ قلوب العباد بالإيمان والطمأنينة وأن يعيد للبلاد هيبتها وأن يعيد للعباد أموالهم التي نهبت منهم وأن يرجع الأمن والأمان كما كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصل الله وسلم وذلك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع